بسم الله الرحمن الرحيم طلبتنا العزاء طلبة المرحلة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرة مادة البيو كيميسرية الكيمياء الحياتية سنتطرق في بدايتها إلى تعريف مصطلح علم الكيمياء الحياتية العلم الذي يعنى بكل ما يتعلق من القواعد والمعادلات الكيميائية للحياة أو العلم الذي يعنى بكل المركبات والمكونات الكيميائية التي تدخل في تركيبة الخلية الحية علم الكيمياء الحياتية له علاقة وطيدة ومباشرة بالعلوم الأخرى من ضمنها علم الوراثة وعلم وظائف الأعضاء الفيسيولوجي، the study of body function or immunology، علم المناعة وكذلك ما يخص الفارمكولوجي والفارمسي التركيبات الكيميائية للأدوية وكثير من العلوم الأخرى كعلم السموم والمدسين والباثولوجي، علم الأمراض وبالتالي فهو يعنى بكل ما يتعلق من التغيرات الطبيعية وغير الطبيعية التي تحدث في جسم الكائن الحي فلو جينا وقسمنا المسببات المرضية فأول عامل اللي هو الفيسيكال ايجينتز مثل الميكانيكال ترومة، الضربة أو الكدمة، اكستيمز اوف تيمبريشار، ارتفاع درجات الحرارة، سدن تشينجز اوف اتمسفيرك بريشار، تغير بالضغط الجوي، رادييشن الشعب، الالكتريك شوك، الصدمة الكهربائية وغيرها من الفيسيكال ايجينتز هي كلها عبارة عن تغيرات كيميائية تحدث في جسم الإنسان على مستوى الخلية أو النسيج أما السيكند ايجينت اللي هو الكيميكال ايجينت which includes drugs فمثلة كثيرة عليها certain toxic compounds أو الدرقز هي نفسها وأي عوامل كيميائية تحدث المرض هي عبارة عن مركبات كيميائية تحدث ذلك التغيير في الجسم أما إذا كان الإيجينت الثالث العامل الثالث اللي هو البيولوجيكال ايجينت مثل الفيروسز، البكتيريا، الفنغاس وغيرها من الباراسايتز كلها هي عبارة عن بيولوجيكال ايجينتز تحدث تغييرات كيميائية داخل الجسم أيضا الأكسجين لك، انعدام أو نقص الأكسجين loss of blood due to بسبب loss of blood supply depletion of oxygen carrying capacity of the blood مشاكل الهيموغلوبين poisoning of the oxidative enzymes تسمم الأنزيمات المؤكسدة داخل الجسم أو أي شيء يتعلق بعملية الأكسدة داخل الجسم والتي تحدث لأسباب كثيرة مما يؤدي إلى تغييرات كيميائية تؤدي بالتالي إلى حدوث الأمراض كذلك genetic disorders الاضطرابات الجينية كالكونجينتل أنوميليز الطفرات والتغييرات التي تحدث على مستوى الموليكيلار أو غيرها أيضا الميولوجيكال ري أكشنز التفاعلات المناعية كالحساسية أو أمراض الجهاز البناعي الذاتي الأنافيلكسز أو أوتو إميون ديزيزز هي كلها عبارة عن تغييرات كيميائية تحدث داخل الجسم إذا ما حدث أيضا أمراض بسبب nutritional imbalances الفقدان التوازن الغذائي سواء كان deficiency or excess amounts of nutritional كزيادة أو نقصان الكاليسيوم زيادة أو نقصان بعض الفيتامينز بالجسم مما يؤدي إلى اضطرابات كيميائية داخل الجسم أيضا الـ endocrine imbalances الإضطرابات الهرمونية ك-hormone deficiency or excess hormone secretion نقصان أو زيادة إفراز الهرمونات وعندنا الأمثلة كثيرة عن ذلك الأمراض التي هي ذات مسببات بايو كيميائية بالأصل مثل سكيرفي deficiency of vitamin C rickets and osteomalacia الكساح ولين العظام الـ rickets واثنين هم due to deficiency of vitamin D بسبب نقص vitamin D rickets يحدث بالأطفال الكساح ولين العظام الذي يحدث في الأعمار الكبيرة الأثيروسكلوسيز مرض تصل بشرايين بسبب كان لأسباب جنتيك وراثية أو بسبب دايتري غذائية أو environmental factors أو جميع ما ذكر مرض أيضا داء السكري داء بتاسم الليتاس اللي يكون بسبب أيضا genetic or environmental factors resulting in deficiency of insulin يؤدي إلى نقص الـ insulin الكاربوهايدريتس يعني بصورة رئيسية بدراسة الميجر بايو كيميكال كامباونز المركبات الكيميائية داخل الجسم أو التي تدخل في تركيبة الأجسام الحية واللي على رأسها الكاربوهايدريتس الكاربوهايدرات أو ما يسمى بالنشويات أو السكريات كذلك الليبيدس الدهون والبروتينات كاربوهايدريتس include simple saccharides and polysaccharides تشمل السكريات البسيطة والسكريات المعقدة أو السكريات المتعددة الليبيدس أيضا تشمل مجموعة كبيرة من المركبات الدهنية المهمة مثل الكوليسرول الدهون الثلاثية والأحماض الدهنية وغيرها البروتينات which includes enzymes تشمل الأنزيمات وغيرها من المركبات البروتينية المهمة الألبومين وغيرها كذلك يعنى البيوكيميسي بدنارسة النيوكليك أسيدز الأحماض النووية مينرالز المعادن بايتامينز and hormones الفيتامينات والهرمونات راح نبدأ إن شاء الله بالمركبات الكاربوهايدريتية أو مثل ما ذكرنا النشويات أو السكريات هي كلها تسميات تطلق على هذه المجموعة من المركبات المهمة داخل جسم الإنسان الكاربوهايدريتية هي أكثر المركبات شيوعا على وجه الأرض كيميكالي من الناحية الكيميائية الكاربوهايدريتية هي عبارة عن مركبات عضوية بسيطة تحتوي على أحد المجاميع أو كلاهما من المجاميع الفعالة اللي هي الألدهايدز أو الكيتونات وكذلك مجموعة الهايدروكسيل الأو إيش بكميات عالية عبارة عن مجاميع المجاميع الفعالة وهنا خلينا خط تحت فنكشنل جروب راح نشوف أنه الفنكشنل جروب المجاميع الوظيفية أو الفعالة اللي راح تدخل بيها هذه المركبات في التفاعلات فالالدهايد جروب أو الكيتون جروب أو الهايدروكسيل أو حتى الهايدروجين أتوم كلها تعتبر فنكشنل جروب جروبس أوف كاربوهايدريتز وراح إن شاء الله يتوضح هذا الموضوع في محاضرات قادمة يعتبر الدايهايدروكسي أسيتون is the simplest carbohydrate with a keto group مركب سكري بسيط جدا اللي هو الدايهايدروكسي أسيتون هو أبسط أنواع السكريات الذي يحتوي على الكيتو جروب بالمقابل هناك أبسط أنواع السكريات الذي يحتوي على الألدهايد جروب واللي هو الغليسر ألدهايد غليسر ألدهايد is the simplest carbohydrate with an aldehyde group the basic carbohydrates units are called monosaccharides البنية التحتية أو الأساس لبناء كل الأنواع من السكريات العديدة البسيطة الأوليغوسaccharides or polysaccharides هو من السكريات البسيطة أو ما يسمى بالسكريات الأحادية المونوسaccharides أمثلة عليها كثيرة شائعة في حياتنا مثل الغلوكوز، الغالكتوز، فركتوز وأخرى من السكريات المونوسaccharides التركيبة العامة التي تدخل تحتها جميع أنواع السكريات الأحادية غير المحورة ليش؟ رح نشوف أنه بعض السكريات الأحادية وغيرها من أنواع السكريات ممكن أنه ترتبط بمجامع غير كاربوهادريتية وبالتالي تسمى الموديفايد سكرايد أو الموديفايد مونوسكرايد هذه ما رح تشملها هذه المعادلة أما السكريات الأحادية البسيطة الاعتيادية اللي ما صار بها تدخل أو تحوير هي تتبع الفورميولة الـ CNH2N واللي معناها شنو؟ أنه السكريات أو الكاربوهادريتس رح تتكون من الكاربون والهايدروجين والأكسجين بنسبة واحد للكاربون والأكسجين ونسبة الضعف أي اثنين بالنسبة للهايدروجين لما يكون الـ N يستعاد عنه بالعدد ثلاثة أو أكثر هنا سؤال ليش ما ممكن أقل من ثلاثة لأنه مثل ما نعرف ذرة الكاربون حتى تتشبع ترتبط بأربع أواصر أربع أواصر فإذا كان العدد أقل من ثلاثة رح يكون عندي اثنين ذرات هيدروجين وواحد ذرة أكسجين وبالتالي رح يكون مركب غير سكري ما رح تكون الكاربون مشبع بالأربع أواصر وهكذا أما ثلاثة فما فوق فرح تتحقق المعادلة فممكن أنه يكون الـ N-C3-H2-H6-O-3 وهذا قلنا هو أبسط أنواع السكريات اللي هو رح يكون الـ Glycer Aldehyde أو الـ Dihydroxy Acetone اللي هم يعني أبسط سكر أحادي ما رح يكون عندنا أقل من عنده أو أصغر من عنده فراح يكون الـ C3-H6-O-3 سواء بالنسبة للـ Dihydroxy Acetone أو الـ Glycer Aldehyde ظل الفرق بينهم شنو الفرق أنه الـ Dihydroxy Acetone بمجموعة كيتون وأعتقد أنه أنتو هذا يعني يفترض أن تعرفون الفرق بين الكيتون والـ Aldehyde في مادة الـ Organic للسنة الماضية والـ Glycer Aldehyde أيضا تحت نفس الفورميلة اللي هي C3-H6-O-3 لكنه يحتوي على مجموعة Aldehyde وليس مجموعة كيتون وطبعا اثنين هم تعتبر من functional groups اللي ممكن يدخل السكر من خلالها بالتفاعلات والاتحاد بسكريات أخرى أو بمركبات كيميائية أخرى حتى من غير السكريات لما نجي بصورة عامة لوظائف الكاربوهايدريت طبعا الكاربوهايدريت هي من المركبات المهمة جدا في حياة الإنسان ولولاها لما استمر بالحياة ما كان أكو استمرارية بالحياة كاربوهايدريت بارتسيبيت في ويد رينج أو فونكشن فمثلا الكاربوهايدريت are most abundant dietary source of energy تعتبر السكريات هي المصدر الرئيسي للغذاء والطاقة for all organisms ليس فقط للإنسان وإنما لمعظم الكائنات الحية they supply energy and serve as storage form of energy تزود الجسم أو الكائن الحي بالطاقة وتعتبر أيضا من storage form of energy اللي هي أشكال خزن الطاقة الرئيسية داخل أو خارج أجسام الكائنات الحية كاربوهايدريت such as glucose fructose starch اللي هو النشأ نقصد به glycogen اللي هو glycogen etc provide energy for functioning of living organisms كل الكائنات الحية تحتاج حتى تديم حياتها وتتكاثر تحتاج إلى الطاقة فالسكريات بكل أشكالها سواء المونوسكرايدز أو البوليسكرايدز تعتبر مصدر من المصادر الجيدة للطاقة للكائنات الحية كاربوهايدريت أيضا الكاربوهايدريت ليس فقط داخل الجسم وإنما حتى تدخل في صناعات عديدة مثل صناعات الورق paper plastics textiles وغيرها من المركبات polysaccharides act as a chief structural material for sale wall in plants هنا السكريات المتعددة أو المعقدة تعتبر الجزء الرئيسي من تركيبة الجدار الخلوي في النباتات اللي هي عبارة عن السيلولوز اللحاء الذي يعطي الدعام للنبات وفي الإنسان والأخر يدخل بالسيل ممبرين غشاء الخلية على شكل glycoproteins ومثل ما نعرف أنه الخلية النباتية تتميز بوجود السيلول بينما الخلية الحيوانية أو الخلية الهيومن بيينج هي تحتوي على السيل ممبرين الغشاء الخلوي كذلك السكريات أو الكاربوهيدرات لها دور جداً مهم في الوظائف الخلوية مثل النمو والتكاثر الخلوي الهيجين الالتصاق والدين أيضاً مثل ما تعرفون هناك سكر سكر الرايبوز سكر الخماسي يدخل في تركيبة شريط الدي اي وكذلك الار اي وهما المسؤولان عن انتقال الشفرة الوراثية والصفات الوراثية من جيل إلى آخر وكذلك صناعة البروتينات كاربوهيدريت كاربوهيدريت أيضاً ميزة للسكريات أو الكاربوهيدريت انها تعتبر كمادة أولية لصناعة العديد من المركبات الأخرى غير السكرية مثل الدهون والأحماض الأمينية أيضاً والكاربوهيدريت بصراحة لها وظائف جداً عديدة رح إن شاء الله نتطرق لها في محظر محاضراتنا تصنيف الكاربوهيدريت العلماء صنفوا الكاربوهيدريت إلى تصنيفات بحسب التركيبة الكيميائية فعدنا مثل ما ذكرنا المونوسكرايد اللي هي سينجل شقر يونت يعني أيش يعني جزء واحدة من السكر وهو مثل ما ذكرنا المونوسكرايد هي أبسط أنواع الكاربوهيدريت ومنها تتكون بقية أنواع السكريات عدنا الدايسكرايد اللي هو السكر الثنائي اللي هو تو مونوسكرايد يونت بين توجد لما تجي جزئتين سكر سواء كانت متشابهة أو مختلفة من السكريات الأحادية اللي هي من من سينجل شقر يونت لما ترتبط مع بعضها البعض باي جليكوسيديك بوند والجليكوسيديك بوند هي الآصرة السكرية أو الجليكوسيدية الخاصة أو المميزة لارتباط السكريات مع بعضها البعض فإذا ما ارتبطت جزئتين سكر من السكريات الأحادية راح نسمي المركب الناتج عن هذا الارتباط بالدايسكرايد اللي هو السكر الثنائي أوليكوسيكرايد اللي هي يطلق عليها المتعدد البسيط اللي يتكون من ثلاث إلى عشر جزئات من السكر الأحادي ترتبط مع بعضها البعض بنفس الآثر اللي هي الجليكوسيديك بوند وتكون للمركبات السكرية المتعددة البسيطة بينما البوليسكرايد اللي هي مور دان تين يونيت وممكن أنه تصل إلى المئات الجزئات السكر الأحادي اللي ترتبط مع بعضها البعض أو الآلاف والأمثلة عليها مثل ما ذكرنا السليلوز في النبات الستارش النشأ وكذلك الجليكوجين اللي هو السكر المتعدد أو المعقد اللي موجود في أجسامنا هذا الكلاسفكيشن أوف كاربوهايدرات المونوسكرايد السكريات الأحادية البسيطة واللي مثل ما ذكرنا تتكون من جزئات سكر واحدة مثل ما ذكرنا أنه تقسم إلى شكلين اللي هو الألدوز والكيتوز على فكرة السفكس أوز المقطع أو أس أوز أينما وجد فهو يعني وجود سكر أوز فالالدهايد اللي هو رح يكون الدبل بوند أو الدبل بوند أو موجود على الكاربون الطرفية بينما الكيتوز اللي يحتوي على السكر الأحادي الذي يحتوي على مجموعة كيتون رح يكون الدبل بوند أو ليست في الكاربون الطرفية وإنما ممكن في الكاربون التالية أو الوسطية وغيرها فراح يكون السكر من نوع الكيتوني طبعا هنا مثل ما ذكرنا أنه يوجد ممكن أنه يوجد جزائتين سكر أحادي مونوسكرايد اثنين هم بنفس العدد من ذرات الكاربون وبنفس العدد من ذرات الأوكسجين وبنفس العدد من ذرات الهايدروجين اللي هو يساوي ضعف عدد ذرات الكاربون أو الأوكسجين ولكنه يوجد بشكل الدهايدي الدوز لما يحتوي على الدهايدي جروب وممكن أنه يتواجد بشكل كيتوني على شكل كيتوز عندما يحتوي على مجموعة الكيتون وطبعا اثنين هم من الفنكشن الجروبس لكنه بسبب اختلاف هذا الموقع واختلاف الجزائعة من الناحية الكيميائية راح يصير عندي بعض الاختلافات في التفاعلات والنواتج اللي ممكن أنه تحصل طبعا التسميات تعتمد على ممكن أنه نسمي مجاميع السكر الأحادي حسب عدد ذرات الكاربون فعدنا الترايوز وبمعنى أنه سكر أحادي ثلاثي الكاربون هنا خلوا في بالكم يجب أن نفرق بين الترايوز اللي هو السكر الأحادي مونوساكرايد يعني من جزائعة واحدة بين السكر لكنه يحتوي على ثلاث ذرات كاربون والتتروز ونفرق بينها وبين ما راح نيجي عليه قادما لما نتكلم عن الأوليغوساكرايد اللي هي السكريات المتعددة البسيطة اللي ممكن أنه يكون السكر الأحادي مرتبطة منه ثلاث جزيئات وبالتالي صار عندي سكر متعدد بسيط اللي هو سكر ثلاثي الجزيئات زين فنفرق بينها وبين الترايوز الترايوز نقصد بسكر أحادي من جزيئة وحدة لكنه يحتوي على ثلاث ذرات كاربون التتروز تترا يعني أربعة فيحتوي على أربع ذرات كاربون بينما البينتوز هو السكر الأحادي الذي يحتوي على خمس ذرات كاربون الهيكسوز وهي أكثر السكريات الأحادية شيوعاً اللي منها الكلوكوز القالكتوز الفركتوز سكر العنب وغيرها من السكريات هي أكثر المجامع شيوعاً اللي هي السكريات السداسية واللي نقصد بها وجود سكريات أحادية سداسية الكاربون نقصد بها وجود ست ذرات من الكاربون كم ذرة أكسجين رح يكون بها؟ أيضاً ست ذرات أو جزيئات من الأكسجين وهي مساوية للكاربون مثل ما ذكرنا حسب الجنرال فورميلا أوف مونو سكرايدي اللي هي سي ان اش تو ان او ان بينما لو نلاحظ ونحسب عدد ذرات الهايدروجين رح يكون عددها اطنعش وهو مساوي لضعف عدد ذرات الكاربون وضعف ذرات عدد الأكسجين طبعاً هنا تلاحظون هذا السكر السداسي يعني سكر أحادي السداسي الكاربون يحتوي على مجموعة الدهايد أيضاً هذا يحتوي على مجموعة الدهايد أيضاً السكر الرباعي هذا وطبعاً هذه تسميات بحسب عدد ذرات الكاربون بينما هناك تسميات معتمدة لكل نوع من أنواع السكر ضمن نفس المجموعة فمثل ما ذكرنا الهيكسوز مجموعة السكريات الأحادية السداسية الكاربون ممكن أنه تتواجد على شكل غالكتوز ممكن تتواجد على شكل غلوكوز ممكن تتواجد على شكل فركتوز ورح نشوف شون الفرقات بين هذه الأنواع من السكريات عندي أمثلة هنا الأمثلة مثلاً عندي الجليسر ألدهايد واللي هو تذكرون قبل شوي ذكرنا الجليسر ألدهايد هو أبسط سكر أحادي موجود في الطبيعة اللي هو سكر ثلاثي الكاربون ومن اسمه جليسر ألدهايد معناته يحتوي على مجموعة الألدهايد بينما رح نشوف إن شاء الله الدايهايدروكسي أسيتون الدايهايدروكسي أسيتون اللي هو أيضاً سكر أحادي لكن الفرق بياناتهم أنه الجليسر ألدهايد يحتوي على مجموعة ألدهايد بينما إذا كانت الدبل بوند أو موجودة على ذرة الكاربون الثانية رح يكون عندي الدايهايدروكسي أسيتون واللي هو أيضاً من أبسط أنواع السكريات الأحادية ثلاثي ذرات الكاربون لكنه يحتوي على مجموعة كيتون ولا يحتوي على مجموعة ألدهايد طبعاً الجليسر ألدهايد هو ترايوز ليش ترايوز؟ لأنه يحتوي على ثلاث ذرات كاربون ويسمى سكر ألدهايدي ألدوز ليش؟ لأنه يحتوي على مجموعة ألدهايد ولا يحتوي على فممكن أنه نطلق عليه ألدو ترايوز شقر سكر الجليسر ألدهايد هو ألدو ترايوز شقر ليش؟ لأنه يحتوي على مجموعة الألدهايد ويحتوي على ثلاث ذرات كاربون وبالتالي صار عندي الكلسرالدهايد هنا مثال آخر اللي هو سكر الفركتوز اللي هو سكر العنب يطلق عليه بأسماء تجارية الفركتوز تلاحظون هو سكر سداسي ذرات الكاربون سكر أحادي جزيئة وحدة ما عندنا أكثر من جزيئة مرتبط فهو من المونوسكرايدز يحتوي على ست ذرات كاربون طبعا دائما ما نبدأ بالترقيم أو بالعد من الأعلى هذه ذرة الكاربون رقم واحد هذه ذرة الكاربون رقم اثنين هذه رقم ثلاثة رقم أربعة رقم خمسة رقم ستة فهو من الهيكسوز السكريات الأحادية سداسية الكاربون هنا نلاحظ الدبل بوند ليست موجودة طرفيا وإنما موجود بمرتبطة بذرة الكاربون رقم اثنين فش صار عندي صار هنا عندي مو ألدوز وإنما كيتوز لإحتوائه على مجموعة الكيتون فنمكن أن نطلق على الفركتوز اللي هو الكيتو هكسوز شوغر أيضا عندي أمثلة أخرى للمونو سكرايدز اللي هو الرايبوز ويعتور من السكريات المهمة ليش لأن ذكرنا أنه يدخل في تركيبة شريط الـ DNA وشريط الـ RNA الأحماض النووية المهمة في التكاثر وتخليق البروتينات هنا نبدأ العد 1-2-3-4-5 فإذا هو بنتوز سكر خماسي ذرات الكاربون نجي نشوف مجموعة الألده هيدلول كيتون هاي رقم 1 ومرتبطة بالدبل بوند O فإذا هو من مجموعة الألدوز فيطلق عليه الألدو بنتوز شوغر عدي هنا المانوز أيضا نعد 1-2-3-4-5-6 فهو عبارة عن هكسوز سكر أحادي سداسي الكاربون بما أنه الدبل بوند O موجود على ذرة الكاربون رقم 1 فسمينا ألدوز فيطلق عليه ألدو هكسوز شوغر وكذلك يطلق على الكلوكوز ألدو هكسوز شوغر وهكذا هذا الأحرف الـ L و D راح إن شاء الله نوضحها في قادم المحاضرة reaction of monosaccharides طبعا إن شاء الله راح نشوف التفاعلات اللي ممكن أنه تدخل بيها السكريات الأحادية في الجزء العملي من مادة البيوكيميسري بصورة أوضح لكنه ممكن أنه نتطرق إلها طبعا هل تعتبر السكريات الأحادية من المركبات الكيميائية الخاملة أم من المركبات الكيميائية الفعالة؟ طبعا الجواب راح تكون السكريات الأحادية من المركبات الفاعلة جدا في التفاعلات الكيميائية ليش؟ لاحتوائها على functional groups بما أنه عندي مجموعة الالدهايد أو الكيتون كذلك مجموعة الهايدروكسيل اللي هي الـ OH تلاحظون دائما عندي الـ OH كذلك احتوائها على الهايدروجين وهذه كلها عناصر كيميائية قابلة للإيش قابلة للتفاعل وفبالتالي تعتبر السكريات الأحادية من المركبات الكيميائية الفعالة والتي تدخل فيه تفاعلات كثيرة منها الموتى روتيشن هذا التحرك في الفراغ راح نشوف شنو نقصد بي ان شاء الله اللي هو ينطيني الـ D أو الـ L هي بوجود الـ Presence of Asymmetric Carbon Atom اللي هي ذرة الكربون اللي ترتبط بأربع مجامع مختلفة لما تكون ذرة الكربون ترتبط بمجموعة أو أكثر متشابهة راح نسميها Symmetric فهنا خاصية الموتى روتيشن ما راح تكون موجودة بينما إذا كانت Asymmetric بارتباطها بأربع مجامع مختلفة راح تصير عندي هاي الخاصية تكون موجودة اللي هي موتى روتيشن الدوران في الفراغ وهنا إذا ما صلطنا عليها Polarized Light الضوء المستقطب اللي هو شنو الضوء المستقطب نقصد به لما يكون عندي هناك ضوء مفلتر بحيث له إشعاع بخط مستقيم فقط مو مثل هذه الأضوية الاعتيادية اللي موجودة في غرفنا ونستخدمها هي من الأضوية المشتتة الإشعاع راح يكون الانتشار الضوء في كل الأرجاء بينما إذا نخلي فلاتر ونرشح هذه الإشعاع بحيث ما يخترق الفلاتر غير أشعة واحدة مستقيمة راح نسميه هنا الضوء المستقطب اللي هو Polarized Light فلاحظوا أنه لما يكون السكر الأحادي فيه ذرة كاربون أو أكثر من النوع الأسيمتريك واللي مثل ما ذكرنا أنه ترتبط بها أربع مجاميع مختلفة راح يأم تحرف الضوء المستقطب إلى جهة اليمين مع عقارب الساعة فهنا سميناها بالدكستراروتاتري باللاتيني معناته الانحراف نحو اليمين أو كونترا كلوك وايز عكس عقارب الساعة أو إلى جهة اليسار أو ما يسمى بالليفو روتاتري الانحراف بجهة اليسار أيضا الليفو معناها يسار باللاتيني ومن هنا جاءت التسميات ال-D وال-L وإن شاء الله راح نوضحها في قادم المحاضرة أيضا من الخواص اللي إن شاء الله راح نتطرق لها في الجزء العملي اللي هو ال-Reducing Property بما أنه موجود ال-Functional Groups ال-Aldehyde وال-Ketone فراح يكون للسكريات قابلية الأكسدة والاختزال وممكن أنه تعتبر كعامل اختزاء مختزل أو تتعرض للأكسدة وهكذا راح تتوضح الصورة أيضا الأوسازون Formation بسبب أنه لها هاي التركيبة الفريدة السكريات الأحادية لما نخلي عليها مركب كيميائي اسمه الفنالهايدرازين فراح نشوف أنه تكون كريستلز بلورات بأشكال مختلفة اعتمادا على نوع السكر وطبعا هذه تعتبر ميزة ممكن أنه بطريقة بسيطة جدا نفرق بين السكريات إذا ما جان يعني مثلا باودر أنون بإضافة هذا الفنالهايدرازين إذا ما تشكلت بلورات وطبعا أنا عندي جدول بي البلورات لكل نوع من أنواع السكر الأحادي فممكن أنه أتعرف على هذا السكر من خلال الشكل البلوري اللي راح يكونه وأيضا من الرياكشن وهذا من أهم التفاعلات اللي ممكن تدخل بيها السكريات الأحادية دروفيتف اف مون سكريات احنا اطرقنا أنه الفورميلة الجنرل الفورميلة اللي هي CnH2nOn ما تنطبق في حالة السكريات المشتقة فاش نقصد بيها هناك أنواع من السكريات المشتقة أهمها هي الشقر فوسفيت لما يكون عندي السكر الأحادي مرتبط بمجموعة الفوسفيت هنا راح يكون عبارة عن السكر مشتق راح ينضاف إلى الفورميلة ال-P الفوسفور أو مجموعة الفوسفيت أيضا الديوكسيرايبوز شقر اللي هو السكر الخماسي منقوص الأكسجين أيضا هو يعتبر من لأن لما راح نجعل هنا راح نلقى الأكسجين لا يساوي ضعف عدد ذرات الكاربون أو الهايدروجين وإنما يساوي ضعف ناقص واحد يعني السكر الخماسي المنقوص الأكسجين فالسكر الخماسي يفترض أنه يكون بينما الديوكسيرايبوز راح يكون C5 H905 واضح؟ فهنا ما راح نسمي مونوسيكرايد وإنما نسمي ديريفيتف مونوسيكرايد يعني السكر الأحادي المشتق أيضا عندي مجموعة مهمة جدا من المركبات الكاربوهايدريتية أو يعني المحورة أو المشتقة اللي هو الأمينوشيقر لما ترتبط مجموعة أمين بالسكر وهو ما نراه في الـ على سبيل المثال راح نلقى مجموعة أمين أو مجموعة بروتين مرتبطة بالسكر وكذلك عندي أيضا اللايبوشوغارز لما السكر يرتبط بمجموعة دهون على سبيل المثال أيضا هو من والغلايكوسايدز أيضا اللي هي إيش ذكرنا أنه الغلايكوسيديك بوند هي الآصرة الغلايكوسيدية التي تربط المونوساكرايدز مع بعضها البعض لتكوين الداي سكرايد أو التراي الأوليغو بصورة عامة وكذلك البولي سكرايد فهنا راح تشذ عن الكمن أو الجنرال فوميلا اللي هي سي أن سي أن أش تو أن أو أن فأيضا هي تعتبر من المونوساكرايدز العالم لويس باستير أكيد أنتم كلكم سامعين عنه دخل في ما يسمى بالستيريو آيزوميرز اللي هي المرادفات الكيميائية أو ما يسمى بالمتماثلات وتطلق عليها تسميات عديدة التوزيع الفراغي لثري دايمينشين اللي ممكن أنه تتخذ الجزيئة طبعا صيغتها الكيميائية راح تكون متشابهة لكنه من الناحية الفيزيائية يعني كل صفاتها الكيميائية والصيغة الكيميائية لها راح تكون متشابهة لكنه من الناحية الخواص الفيزيائية راح يكون عندي اختلاف بحسب هذا الانتشار أو التوزيع الفراغي فنلاحظ المتشابهات هذه لديها نفس التسلسل ونفس العدد من العناصر اللي تتركب منها لكنه بسبب الترتيب الفراغي الثري دايمينشي ما لتها يختلف مما أدى إلى خواص فيزيائية مختلفة من بايوجيكال امبورتن كيميكال كشوغار استيريو ايزومير أيضا يمكنك الانتشار بالتوزيع الفراغي فنرى الإبهام في الكف الأيمن موجود على جهة اليمين بينما الإبهام موجود على جهة اليسار فنشوف هي نفس المكونات بالضبط نفس التسلسل مات الأوردر عفوا الأوردر راح يكون نفسه من الإبهام ثم السبابة ثم الوسطة ووصولا الخنصر والبنصر لكنه التوزيع الفراغي لهما يختلف يأما أيمن اللي هو تذكرون قلنا دكسترا دكسترا روتاتاري ب الجهة اليمين باللاتيني أورليفو روتاتاري اللي هو الاتجاه إلى اليسار هذا أو بالضبط أيضا مثال آخر لما أحدنا يقف أمام المرآة راح تكون الصورة الموجودة بالمرآة هي نسخة طبق الأصل من صورة الشخص لكنه التوزيع الفراغي لما تكون العين اليمنى باتجاه اليسار واليد اليمنى باتجاه اليسار والنصف الأيمن باتجاه اليسار والنصف الأيسر باتجاه اليسار هذا ما يعنى بعلم الستيريو كيميستري اللي هو التوزيع الفراغي فيه فنلاحظ هنا على سبيل المثال تشوفون هنا لو فرضنا أنه هذه ذرة كاربون مثل ما ذكرنا أنه ترتبط بأربع مجامع حتى تتشبع فإذا ما كانت هذه الأربع مجامع مختلفة غير متشابهة فتوزيعها بالفراغ ممكن أنه راح ينطيني أكثر من احتمالية أكثر من احتمالية هذا اللي سمينا الـ D والL هنا تشوفون إذا هذا فرضنا هي اللي راح تحدد استقطاب الضوء أو انحراف الضوء المستقطب فهنا هذي D لأنه راح تكون على اليمين فتحرف الضوء إلى اليمين وهذا بالنوع L راح يحرف الضوء المستقطب إلى اليسار فراح تكون من النوع الليفو هنا يسأل قد يسأل سائل يقول زيل ليش إذا أربع مجامع يعني لو كانت مثلا ثلاث مجامع مختلفة يعني كانت هاي المجموعتين متشابهة وكانت هاي المجموعة المجموعتين مختلفة ش راح يصير عندي راح يصير عندي لما تستدير بالفراغ راح تكون بنفس الشكل بنفس الشكل بس مقلوبة بس مقلوبة بينما هذا لو حاولنا في أي وضع ما راح نقدر نوصل إلى هذا الشكل بينما إذا كانت اثنتان من المجاميع الأربعة متشابهة أو ممكن هاي تكون متشابهة وهاي تكون متشابهة فعند دورانها وتوزيعها بالفراغ راح تعطي نفس الشكل ما راح يكون هناك اختلاف وبالتالي ما راح تكون أسيمترك وإنما راح تكون سيمترك متماثلة بينما هذه مثال على الأسيمترك أتوم لما يكون عندي الارتباط بأربع مجامع مختلفة وبالتالي راح تنطيني هاي الخاصية اللي هي الروتيشن وبالتالي راح يصير عندي ستيريو آيزوميرز المتماثلات هنا عدي هذه عبارة عن سكر الألدهايد سكر الألدهايد اللي ذكرنا أنه هو أبسط أنواع قد يسأل سائل أنه شون عرفت أنه هذا الألدهايد ليش مو يعني غير مركب راح نجاوب أنه الألدهايد عبارة عن إيش سكر ثلاثي الكاربون فهاي واحد هاي هنا طبعا كل تقاطع هو عبارة عن ذرة كاربون اثنين هاي ثلاثة إذن هو ترايوز زين وين الأو إيش الدبل بوند أو هنا طبعا ممكن أنه تكتب بهاي الطريقة لكنه هي بالحقيقة إيش منها ودبل بوند منها فالألدهايد ليست موجودة هنا وإنما موجودة على الطرفية رقم واحد فهذا سكر ألدهايدي فألدو ترايوز ألدو ترايوز من الألدو ترايوز اللي عندنا هو القليسر ألدهايد نيجي هنا إلى ذرة الكاربون مرتبطة بالأو إيش هنا سي إيش أو هنا هيدروجين وهنا سي إيش تو أو إيش شو راح يصير عندي راح يصير عندي سيمتريك لو أسيمتريك كاربون أتوم راح يكون عندي أسيمتريك كاربون أتوم أربع مجاميع مختلفة وبالتالي لما تتوزع بالفراغ راح تنطيني متماثلين اللي هما الدي غلوكوز هنا الـ OH لما تكون على اليمين فهذا من نوع الدي غليسر ألدهايد عفوا دي شقر فراح يكون عندي دي غليسر ألدهايد ولما تكون الـ OH إلى اليسار هي المسؤولة عن انحراف الضوء المستقطب إلى اليسار فسمينا هذا السكر الـ Glycer ألدهايد والأمثلة كثيرة طبعا المهم أنه تعرفون فقط أنه هناك توزيع فراغي مختلف للسكريات اللي تحتوي على ذرة كاربون أسيمتريك واحدة أو أكثر هنا أيضا مركب ما لا علاقة بالسكريات يعني جايبة مثال الأسيمتريك كاربون لما يكون مثل ما ذكرنا 4 different groups التاج اللي هو تشوفون هنا الكاربون مرتبط بذرة كلور وذرة بروم وذرة آيودين يود وذرة فلور هنا الكاربون راح تعتبر اللي هي القاعدة أو المركز للجزيئة راح يكون من نوع الأسيمتريك هذا الأسيمتريك اش راح ينطينا راح ينطينا أكثر من آيزومير لما يتوزع بالفراغ راح ينطيني أكثر من احتمالية اللي هي راح تكون احتماليتين ال physical properties قلنا الاختلاف راح يكون بال physical properties اللي هي ability to rotate plane polarized light القابلية على حرف الضوء المستقطع فإذا كان dextra rotatary which means rotate to right ونستخدم يأمل symbol plus أو الحرف D واللي هو أكثر شيوعا فتلاحظون على فكرة هذا مو فقط بالسكريات وأنما راح نشوفه بالأحماض الأمينية في المركبات الدوائية كثيرا ما تلاحظون بالتسمية وجود الحرف D أو L هس عرفنا معنى اللي هو dextra rotatary لما يكون عندي هذا فهي حتى مفرق بين مركب وآخر وعلى فكرة حتى تكون بالصورة احنا قلنا التفاعلات الكيميائية الصفات الكيميائية راح تكون متشابهة تقريبا لكن الاختلاف بالصفات الفيزيائية الphysical properties فهذا ممكن أنه يكون D compound المركب الكيميائي من نوع D يكون فد مادة مفيدة للجسم بينما L منه راح يكون مادة ممكن أنه تكون يعني لا سامح الله سامة للجسم فهذا جدا مهم أنه ذكر ال-D وال-L بالمركب بعض المنساكرايد عندي بعض السكريات الأحادية المهمة اللي هو مثل ما ذكرنا D glyceraldehyde اللي هو السمبل من نوع ال-aldehyde الجلوكوز المست امبورتن في أجسامنا مو إن دايت هنا وإنما في أجسامنا لأنه هو المصدر الرئيسي للطاقة وفي أجسامنا وفي الدم الفروكتوز اللي هو أحلى سكر وأسرعها امتصاصا في الجسم ومن ثم داخل الجسم يتحول إلى جلوكوز فيمكن الاستفادة من عنده ال-Galactose اللي هو اللي سكر الحليب اللي موجود بال الحليب اللي سكر اللاكتوز سكر ثنائي يتكون من ال-Galactose وال-Galactose فال-Galactose عفوا أنا يعني يمكن ذكرنا أنه أو الفركتوز هو سكر العنب وال-Galactose سكر الحليب وأيضا عندي من السكريات الأحادية المهمة اللي هو ال-Ribose اللي موجود بال-RNA وال-Diox-Ribose اللي هو موجود بال-DNA وبالتالي مكون مهم في تركيبة الأحماض النووية ال-Galactose ال-Galactose لأنه هو سكر الحياة Most Abound Organic Compound found in Nature هو من الشائعة الأكثر شيوعا لأنه موجود في دم كل الكائنات الحية كالإنسان والحيوانات Level in blood can be as high as 0.1 لما نجي إلى مستوى الطبيعي اللي هو 80 إلى 120 ميلي جرام per deciliter فقد يكون يعني تقريبا 0.1 بالمية أي واحد بالألف واحد بالألف تقريبا 100 ميلي جرام لكل 100 مل تقريبا راح يكون واحد بالألف من تركيبة اللي هنا إن شاء الله راح نتوقف حتى لا يصير خلط بين الألف والبيت مع ال D وال L راح نتوقف في محاضرتنا لهذا اليوم شكرا لكم أنا مستعد لاستقبال أسئلتكم على الكل وإن شاء الله مستمرين وأي استفسار أي شيء ما مفهوم أنا يمكن أن أجيبكم عليه شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر